مساء الخير على مقياس الحوار تم رصد المزيد من إشارات الدعم اللبناني والفرنسي لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي وقت يستكمل فيه المفاد الرئاسي جون إيف لودريان لقاءاته في بيروت منح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق والنجملات صوته التفضلي لوجهة نظر الرئيس بري والوزير لودريان القائمة على الحوار معلنا تما يزه عن موقف القوات في هذا المجال من دون أن ينسى توجيه إصبعه إلى بعض الأفريقاء المحليين الذين لا يريدون حلا وقال لنسأل الذين يغردون على التلال وما لم يصرح به لودريان أمام عدسات الكاميرات تكفل بنقله إلى الأعلام مشكورا الزميل ياسين ياسين الذي كشف أن لودريان يعمل على إقناع النواب الذين التقاهم بتلبية دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس بري مشددا على أن لا حل إلا بها فأما الحوار أو الخطر الوجودي على أي حال فأن الرئيس بري ومعه اللبنانيون ينتظرون صحوة الضمير الوطني لدى بعض المكابرين لكن هذا الانتظار ليس إلى ما لا نهاية وسيبنى على الشيء مقتضاه في تطورات عين الحلوي اجتماعات فلسطينية فلسطينية في السفارة وأخرى فلسطينية لبنانية في السراي كشف بعدها عزام الأحمد أن جهات خارجية تقدم إغراءات للأطراف المسلحة في عين الحلوي لتعم الفوضى في لبنان إيجابية ما صدر عن اللقاءات خارقته مجددا نيران عودة الاشتباكات اشتركوا في القناة